نهار ده الموضوع مهم وعلى فكرة انا فعلا ده بقيت كنت بلاحظوا يمكن اقول ايه من سنتين على الاطفال يعني على ولادي شخصية مثلا انه التركيز مبقاش قوي ويمكن انا روحت لدكتور مخصوص عشان اقول له اعمل ايه يعني ايه طفلة او طفل في العفر ده بينسوا ايه ايه اللي بينسوا دول وبينسوا ليه يعني ايه الداعي ان هو ينسى تقولي مامي التركيز مش مظبوط او تبقى رايح اتجيب حاجة تقولي معلاش انا انت تلبسي مني طلب ممكن اعرف ماش اقولي هولي تاني ايه ما انا كنتش طلب حاجة تانية ايه ما انا كنت طلب واحد ما لو كنت طلبة بقى خمسة انا ما كنت عملت معي ايه فده بدأت لحظه وفعلا الدكتور كان قال لي على حاجات مناسبة لعمرهم اديها لهم شراب بس هل فعلا يعني ده بيحصل نتيجة ايه بقى انا ما عرفتش ساعتها يعني هو قال لي ممكن يكون ده ضعف عملت السي بي سي وكل حاجة بس ايه بقى القصر هو موضوع نقص التركيز وعدم الطاقة فعلا ما بقاش مقتصر في سن معين بتلاقي اطفال بتلاقي شباب في سن المراهقة بتلاقي طلاب دلوقتي في الامتحانات كتير يبقى حرام مذاكر لا انا فاكرة ايام المذاكر بقول ايه انا مش فاكرة ايه حاجة بس اول والله ما الورقة بتيجي انا كنت تقول ايه دفايتي اخر سنة اخرجة من كليت سيدالة يا جماعي ماشاء الله فالمهم لازم 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 طول الوقت نعرف ندعم تركيزنا والطلبة اللي عندهم امتحانات يقدروا عشان المواد بتبقى كتير جدا والحفظ كتير وحاجات كتير فلازم يعرفوا يدعموا نفسيتهم كمان صحيح وتقتهم يبقى انهم خوف طبعا طول الوقت وتركيزهم طيب ده بيجي من ايه من حاجات كتيرة جيدا طبعا سوق التغذية قلة الاكل الصحي يعني بقى الفاستفود والحاجات اللي احنا بنجيبها سريعة دي لها تأثير اه طبعا لها تأثير مهمة قوي ياريتم يسمعوا ده اه طبعا لها تأثير الدهون الغير صحية عايزين دهون صحية كله اسماك سلمن سلمن رائع ومليان اوميجا على فكرة التركيز يعني الفيتامينات اللي هقول عليها من اهم الفيتامينات لدعم التركيز عائلة بي كومبليكس كلها بجميع اشكالها يعني وان وثو وثري وفايف وسيكس وسبن وناين وثوالف القبالامين اللي بيدعم لي كرات الدم الحامرة ده مهم للتركيز فيتامين سي مهم للتركيز لانه بيعليلي متصاص الحديد لو انا الحديد عندي واقع هتلاقي طول وقت عندي خمول عندي كسل بدوخ ضربات قلبي عالية كل ده من قلة الحديد من ضعف صح فلازم اخد فيتامين سي فيتامين سي برضو موجود في قلب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت مع الاميجا يعني لازم اقول برضو الاميجا مهمة او يعني ندعم ندعم بيها كمان الاميجا موجودة في السلمن موجودة في السردين كان زمان العائلات لازم كل يوم جمعة اسماك الناس اللي في بورس عيد اكيد طبعا عارفين واسكندرية والعلى الساحل بيأكلوا اربع ايام في الاسبوع اسماك ده رائع ده حاجة رائعة ده حاجة رائعة بس احنا هنا في القاهرة ما بنعملش ده الا ممكن كل ثين وفين يا ريت نحاول نعملش وشكده ما بنشتاق لأكلة بنروح لهم انا بقول اللحمة مهمة بس ما تبقاش كل اليوم اليوريك اسد لوعيلي هيحصل مشاكل في المفاصل ومشكلة في قصة النقرس صحيح ناكل لحمة بس بالمعقول ما ندبش ندب ندب ونلاقي اي مفاصلي واجعاني اي مش عارف صحيح لا الاسماك رائع ما فيش منها خوف لو ان شاء الله أقولها كل يوم فطريقة الاكل السكريات المعدل البسيط جدا في اليوم معلش عليه بقى اعرف ناس على كوباية الشاي خمس ست معلق سكر خمس مرات في اليوم اعرفهم على فكرة الناس دول اعرفهم كويس جدا بس مش عندنا يعني أصدقاء لينا لا الناس قريبين مني يقولوني يا جماعة لا لا انا دلوقتي مثلا نسكة في شي في الاول كنت اي دا انا من غير سكر خالص انا من غير سكر خالص خالص هتتعوده يعني دي اده تعاود طبعا تعود معلقة سكر بحيس ان انا جزعت ايوة مش هتتقبليها لان انا باخد ممكن ااخد سكرات تانية مثلا بالليل نفسها فتنية على معلقتين روز بلبن اخدها بقال تاخدها بس نعمل معادلة معادلة دا مهم طيب ايه الفيتامين الرائع المالتي فيتامين الرائع اللي فيه الفيتامينات المهمة لدعم التركيز ودعم التمثيل الغذائي سرعة الايد ما انت لما تعلي سرعة الايد هتعلي سرعة الحر فانت لما بتيجي تعلي سرعة الايد بتلاقي نشاطك اعلى طبيعا التركيزك بقى اعلى صحيح منعتك اعلى طبيعاً التركيز يبقى أعلى. لو أنا مثلاً عندي برد. أعرفك الصحة عمتاً هتبقى قويسة في كل حاجة. أنا مثلاً لو عندي برد ومناعتي وقليلة فكل شوية جيلي برد. مش هركز. مش هارف هركز على طول وقت تتعبانة. كل ده بيدينا عدم تركيز. من أهم وأقوى المالتي فيتامين اللي نزلت المصري. وبدعم جداً جداً المنتجات المصرية. جداً. أنا زيك. مصر قوية. مصر قوية ومصانعها. مصانع اللي بتعمل الأدوية والتأفر أو المكملات الغذائية مصانع مرخصة وقوية. طيب. ألب مالتي فيت. ليه بدعمه؟ لأنه فيه كل عقلة فيتامين بي. أنا ما عنديش تركيز فهأخذ من هنا كذا. وهأخذ من هنا فيتامين بي إنجاكشن. وأخذ لغبطة رهيبة. لا. ورواحي ساعات بينسا يا دينا. من هم هأخذ كذا من كذا سورس. أنا مش هأطر. وساعاتها كمان معدتي كلت مرة واحدة. فمش هأطر أخذ كل دول مع بعض. فأكيد ههوقع حاجة منهم. طبعا. لكن هجمع في كبسولة واحدة. زي ما إحنا شايفين على الشاشة بيوريك قلب. بيوريك يا عظيمة. قلب مالتي فيت. لما بينزل البعدة. بيطلع الفيتامين. بتطلع المخ. تدعم الأعصاب. خلي بالك فيتامين بي. مهم جدا لدعم الأعصاب. الزنك مهم جدا للتركيز. الزنك تركيز مناعة طاقة زكورة بشا شعر. طيب قلب مالتي فيت. ليه بقول أنه رائع لأنه مختلف. فيه أعلى تركيز في الزنك. فبتلاقي نتيجة رائعة. كنت رسا فقالك اللي بيميزه. أعلى نسبة فيه. يقوي المناعة. طب احنا عارفين مناعة ايه يعني فيتامين سي وزنك. غاني بمجموعة فيتامين بي الكاملة. ده بيميزه. قولك أسد بايوتين كوبالمين نايسين ثيامين رايبوفلافين كل دي عائلة بي. لا أصلاً فيتامين سي اللي فيه 500 ده مش قليل. 500 ميلي جرام حلو جداً. ده مش قليل. ده مش قليل. يعني عندي. لو أنا عايزة أسأل. أنا في الأمان أنا أخذ 500 كل يوم مش أخذ الألف. ومن خافش من 500. لأن أنا عندي مسوح لغاية ألف ميلي جرام. مظبوط صح. فقالب مالتي فيت تسديلي روتين. ما بخافش منه إطلاقاً. لأن النسب بتاعته مناسبة جداً أن أنا أخذ اللين تيك اليومي. وهارجع أقول ELP مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء المصرية. فده بدي أمان أنه تعامل عليه التابلت استعملت عليها التستاد ونزلت للسوق المصري. وموجود في سيدليات مجموعة سيدليات كبيرة بكل فروحها منتشر الفروح موجودة في كل محافظات مصر. وموجودين كمان عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة. دي أرقام شركة بايو ناتشرل المنتجة لألب مولتي فيت. يمكن أن الناس كانت بتشتكي فترة أنه طول الوقت التليفونات مشغولة. الشركة راح تقيها احنا أعتقد كنا ثلاث أرقام نزلت رقمين كمان زيادة عشان نحاول نوصل لكل الناس. هل بنقدر نوصل؟ بنوصل في كل محافظات مصر وأكيد السعر رائع جدا وأكيد السعر موحد سواء من الأونلاين أو من السيدلية. وليكم حرية الاختار هتقدر تشتروا ألب مولتي فيت. من فين؟ بس ما عنديش منفز بيع تاني. أما من السيدليات يا أما من الطريقة. هو أصلا في السيدليات دي حاجة هيلة. أمنة. طبعا. أنا بحب على طول بقول يا جماعة ما تاخذوش مكملات غذائية أدوية كريمات للوش. مش عارفين أنا. أونلاين وأحنا مش هقول كل الأونلاين وحش ما قدرش أعمم في حاجات في ناس محترمة كثيرة. جدا. طبعا. 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 أنا معرفش أنا بختار منين. فالقوانس إنه موجود في السعدلية يبقى إما مرخص من نظارة الصحة المصرية أو مرخص من ناقة سلامة الغذاء. فالترخيص دي مهمة جدا. حتى الكريمات بتاع الوش. حتى السيرم بتاع الشعر. ما الحاجات دي كلها بتمتص. صحيح. عندك حق.